اشتركوا في القناة وفي القرآن منقذة وللأمة عضدة وفي الطاعة مشتهدة حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبيل الفساق وباذلا للمجهود طويل الركوع والسجود زاهدا في الدنيا زهدا الراحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين منها آمالك عنها مكفوفة وهمتك عن زينتها مصروفة وألحاضك عن بهجتها مطروفة ورغبتك في الآخرة معروفة يكفي في زهد الحسين عليه السلام أنه كان ينافس فيه أمير المؤمنين يأكل معه من قوته وينافسه في ضيقه وصبره ويصلي قريبا من صلاته كما تقول الأحاديث والرواية كل مواقف الحسين كانت نابعة من حبه لله وخوفه منه ولقد قيل له ما أعظم خوفك من ربك فقال لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله الدل لم تقتصر عظمة الحسين على مواجهته للظالمين ومقاومته لأهل البغي المترفين وإنما كانت حسين مع الفقراء بمقدار ما كان ضد آكل حقوقهم وكان وصولا للرحم بمقدار ما كان يكره قاطع الأرحام وكانت بطولاته في ميادين الأخلاق كبطولاته في مواجهة المجرمين الفساء وقد اشتهر عنه أنه كان يكرم الضي ويمنح الطالب ويصل الرحم ويبذل الفقير ويسعف السائل ويكس العاري ويشبع الجائع ويعطي الغارم ويشفق على اليتيم ويعين ذا الحاجة وما وصله مال إلا وفرقه كان الحسين عليه السلام في شجاعته كجده صلى الله عليه وآله وسلم وكان الحسين في زهده كأبيه علي وفي ظلامته كأمه وفي صبره كأخيه أما في أداء رسالته فكان يمثل جميع الأنبياء فهو وارث آدم ووارث هابيل ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد وعلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة